وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات مشروع مستقبل مصر مع المحاول الرئيسية وذلك في محيطه الجغرافي لاستيعاب حركة التنمية وتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين لمتابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر اجتماع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب هشام السويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعقيد طيار بهاء الدين الغنام مدير مشروع مستقبل مصر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وقد اطلع السيد الرئيس في هذا الإطار على تطورات المراحل الحالية والمستقبلية لمشروع مستقبل مصر من كافة العناصر ومكونات البنية الأساسية موجها سيادته بإقامة شبكة طرق متكاملة لربط كافة مساحات المشروع مع المحاور الرئيسية في محيطه الجغرافي وذلك لاستيعاب حركة التنمية والتطور العمراني المستقبلي المتوقع لتلك المنطقة في إطار الدلتة الجديدة ونظرا لحجم الأراضي الشاسعة المستصلحة وما يستدبعها من حركة نقل وتجارة ضخمة وكثافة تشغيل وعمالة متنوعة وذلك اتساقا مع استراتيجية الدولة لزيادة نسبة الأراضي الزراعية والعمرانية من الرقعة الجغرافية الكلية للجمهورية وأضف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد أيضا عرض الموقف التنفيذي لكل من مشروع استصلاح الأراضي في محافظتي ألمينيا وبنسويف وكذا مجمع الصوب الزراعية بمنطقة اللهون بمحافظة الفيوم اشتركوا في القناة